على الرغم من التنوع في الموارد الذي يؤهل للتكامل الاقتصادي بين دول العالم العربي إلا أن ذلك ينافي الواقع الذي تعيشه تلك الدول الأمر الذي يدفع بعضها إلى الاقتراض لسد عجز الموازنة وتلبية احتياجات التنمية وقد يكون الاقتراض الخارجي أداة مهمة لتمويل مشاريع التنمية إلى أن ذلك ينطوي على أثار سلبية ربما تقوض الاستقرار السياسي والاجتماعي إذن صندوق النقد الدولي عادة ما يوفر الدعم المالي للدول وفق شروط تتضمن تقليص الإنفاق ورفع أسعار السلع وتحرير أسعار الصرف ما قد يؤدي إلى تداعيات اجتماعية سلبية مثل زيادة معدلات الفقر والبطالة بسبب تراجع الدعم الحكومي لشرائح الأكثر فقراً في المجتمع رغم ذلك فإن بعض الدول العربية عادة ما توافق على تنفيذ تلك الشروط مفضلة لاعتماد على قبضتها الأمنية في مواجهة أي قلاقل أو اضطرابات اجتماعية أو سياسية محتملة الأمر الذي يراكم الغضب الاجتماعي المكبوت والذي قد ينفجر في صورة انتفاضات شعبية لم ينقض وقت طويل على شهود المنطقة العربية موجة هادرة منها عام 2011 ممثلة في انتفاضات الربيع العربية غير أن هذا السيناريو ليس قدراً محتوماً فالدول العربية بحسب محللين تملك من البداء لما قد يمكنها من الاستغناء عن الاقتراض الخارجي فقط إذا انتهجت تلك الدول سياسات أكثر شفافية ومحاربة للفساد وكذلك إذا اعتمدت على التكامل والتعاون مع بعضها البعض لتبادل الموارد المالية والاستفادة من الاقتصادات المتبادلة وبحسب المحللين فإن الشفافية ومحاربة الفساد وضمان سيادة القانون تعد من أبرز الأمور الجاذبة للاستثمار الخارجي في أي دولة إلا أنها غائبة إلى حد بعيد عن أكثر الدول العربية الأمر يعمق من أزمتها ما لم تتدارك ذلك